سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنا سنحن بحضراتكم فيديو جديد عن تحليل إحصائي باستخدام الـ SPSS اليوم حنتحدث عن موضوع Descriptive Analysis لكن اليوم حنتحدث عن Frequency Analysis الـ Frequency هي الـ Variables اللي تكون عبارة عن Categories وليست أرقام فنروح على Descriptive ونختار الـ Frequency طبعاً هنا ممكن أنا أخذ مثلاً الـ Gender وكذلك الـ Marital Status اختارت أكثر من Variables طبعاً هنا بالـ Statistics ممكن نختارها لكن أنا شئريت حتى ممكن طبعاً نطلق Chart الـ Bar والـ Pie Chart والـ Histogram وممكن أنه نختار هنا لازلوا عن Display Frequency Tables وممكن أنه نختار الـ APA Style Tables بحيث تكون سهلة أنه ننقلها للمقالة مالتنا البحثية طبعاً هنا أنا سويناها تلاحظون أنه قل لك الـ Valid ما لدينا أي missing هذا بالنسبة للـ Gender, Male, Female الماريتال، الـ Education والـ Occupation فهي مباشرة أنه فقط نسوي لها Copy وننزلها بالـ Word Document لأن نسوها على الـ APA Styles تمام، هذه اللي تطلع عندنا من الشسمة طبعاً بما أنه اختارت APA Style فقط الـ Frequency والـ Percentage دعنا نلاحظ إذا أحنا ما نختار الـ APA Style لحيطلع عندنا الـ Valid Percentage والـ Cumulative Percent لكن نحنا بالمقالة البحثية ما نحتاج لا الـ Valid ولا الـ Cumulative هو فقط الـ Frequency والـ Percentage فمباشرة هناك وما نحتاج التوتالز أيضاً فلذلك تلاحظون أنه هنا طلع عندنا فقط اللي هي الـ Frequency والـ Percentage إذا أختار الـ APA Style فهذه هي شوان نختار الـ Frequency بالنسبة للـ Descriptive Statistic جداً سهلة وجداً مفيدة بكثير من الأبحاث سواءً بطلاب الدراسات الأولية أو الدراسات العليا دائماً نحتاج أنه نركز أنه أول جدول يكون بـ Result هو Descriptive Statistic أنه أنا دأ أوصف ماتي العينة دأ أوصف ماتي البيانات اللي جمعتها فجداً مهم أنه كما تخلي نتائج البحث أنه أبدي بي وصف للعينة مالتي ترجمة نانسي قنقر